السلام عليكم البنات كيف عمل اللبس عليكم كيف عمل مع الصحة نتمنى كل شي يكون على خير و بخير وفي احوال طيبة ان شاء الله الرحيم اليوم جيت و جيبت معي ضيف الشرف دينا هو النعناع جيت بغيت ان نشف النعناع و نخلي عندي فطر هذه الطريقة اللي كان نعتمد أنا عندي فطر قلت علش لا نشرك مع البنات يعرفوها حتى هما طريقة سهلة مهلة ما كتطلبش منا وقت طويل ما كتطلبش منا جهد كبير و كيبقى عندنا النعناع دائما فطر لاجا ضيف الغفلة ما كان نبقوش شحر فينا ما كيناش نعناع فطر دباشتا كان شربو قاتي بزا كان سخنو بهم سرماتنا و ضرور يخصي يكون عندنا فطر باش كيكون عندنا دائما فطر و كيبقى دائما برحم زيانة دائما خطر خطر و ما كيوقع عندنا معا تشي مشكلة في تلاجة نتو معافين تلاجة بعض المرات كيكحال كي تقصب جناب تلاجة بعض المرات كي كان ساوى ما كان لقموش أتي بزاف ما كيبقى صالح لنا دونك خصنا ليلو الحل باش يبقى دائما عندنا النعناع معتمد في الدار اي لحظة بغيناه نجبروه بريحتو باللون ديالو بالماطق ديالو بكل شي ديالو ان شاء الله حمر راحيم تبعوا معايا الطريقة ديالي و ان شاء الله حمر راحيم تعجبكم نحتاجو النعناع على البنات نكونو نقيناه خصناه مزيان وخليناه ينشف مزيان ما في حتى شوية دلمة ضروري النعناع خصو يكون ناشف 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 نهائيا ما فيش دلمة ولو انكم تخصلوه اليومة وتستعملو هالطريقة غده خليوه ينشف على خطره باش تنجح لكم هالطريقة دباهت النعناع هادة ما نحتاجو منه غير الوريقات ما نحتاجو شي منه العرق ديالو هنستعملو الوريقات ديالو يلا معايا نحايدولو الوريقات ديالو ونخليولو غير الوريقات اللي هنستعملو هنا موسيقى 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 كمية قليلة منه ونعملها في تبصيل هذا التبصيل نخشيه في ميكرو ويف نخشيه هذا التبصيل نعمل دقيقة واحدة ونقصوه ونشوفوه كيف شوله نزيدوه نصف دقيقة ونزيدوه واحد شوية ونحن ماشي معاه حتى ينشف ولكن عرفونا ضغية ينشف ونزيدوه نزيدوه حيث ينشف هكذا يقوم بفق من نفس الوقت نشف ونحن نستطيع المرساة يجبونه ضروري ببناتك لكي تحافظ ريحة النعنى وعلى القرمشة ونضيفه في الميكة نهائيا نعمل الفجاج في هذه القرنعة وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى يكون لإعجابكم ونتمنى أن يكون خفيفة ضريفة على قلوبكم وإلى أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك وشاركوا الفيديوهات مع الحباب والصحاب ونتمنى إن شاء الله دائما نعطيكم الجديد نعطيكم شي حاجة سهلة مالة بحليك عقلكم دائما ويلا بسلام عليكم وحب وصد يالي وصحال الله باي باي